تتواصل فعليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة باني سويف بالمجان لأهل المحافظة خلال شهر رمضان الكريم وتشمل الأنشطة الثقافية عروضاً فنية وأمسية شعرية ومقاهي وصرادقات ثقافية على مدار عشرة أيام ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة تتواصل فعليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمحافظة باني سويف وذلك بالمجان لأهل المحافظة خلال شهر رمضان المبارك الأنشطة الثقافية تشمل عروضاً فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية على مدار عشرة أيام تم اختيار الممشى السياحي بمحافظة باني سويف ليكون مقر لهذه الفعاليات بداية من 11 رمضان إلى 20 رمضان وهذه الفعاليات تتم يومياً بالمجان للجمهور ويوجد جمهور غفير جداً زي ما أنتم شايفين حضراتكم الجمهور ده بيستمتع بجميع الفقرات الفنية والتراث الشعبي محافظة باني سويف قامت بتقديم كافة التسليلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات لا سيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة باني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام حيات كويسة لأنها مجانة تحصل ترفيه للمواطنين فالموضوع الأزيزي وأنا جيت النهاردة عشان أتفرج على فرقة الإسكندرية بشكر أصل ثقافة باني سويف وبشكر المحافظة على الفعاليات الجميلة التي تحصل في الهيئة لرمضان وأتمنى أن الموضوع يستمر وتتضمن الفعاليات عروضا لفرق الفيوم للموسيقى العربية وباني سويف للفنون الشعبية والأنفوشي للفنون الشعبية إضافة إلى ورشة خيامية وورشة حليء وورشة للإنشاد الدينية